من بيروت ينضم إلينا فادي سعد عضو المكتب السياسي في طيار المستقبل سيد فادي مدى تأثير هذا القرار على ميليشيا حزب الله أولا مساء الخير هذا الإجراء هو جزء بأعتقد من الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران وحلافائها أو أدواتها في المنطقة وفي العالم العربي هذا القرار الذي صدر اليوم كان متوقع من قبل والله يرحمه الرئيس رفيق الحريري كان سعى سابقا جدا في السنوات السابقة من أجل منع أو عدم وضع حزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية ولكن طبعا كان هدفه سيانة لبنان وحماية لبنان ولكن طريقة تعاطي حزب الله مع داخليا وخارجيا وأن غماسه بالتدخل بالدول العربية سواء كان في سوريا أو اليمن أو العراق أو البحرين أدى إلى وضعه على لائحة الإرهاب البريطانية اليوم وممكن أوروبيا فيما بعد خاصة أن دول الأوروبية كانت تميز بين الشق السياسي وشق العسكري منه الآن أصبح حزب الله على راحة الإرهاب سواء كان سياسيا أو عسكريا أولا سيفأثر ذلك على حزب الله بالعمل السياسي في لبنان لن يكون الحزب الله ممثالين داخل الحكومة اللبنانية بشكل مباشر من أن وصاعدا أو على الحكومة اللبنانية أن تتحمل تبعات هذا الأمر بشكل مباشر يعني لا يستطيع لبنان تحمل هذه التبعات أو تحمل مواجهة الدول الغربية بهذا الشكل وبالتالي حزب الله في مأخذ قبير وهو يتحمل بشكل مباشر أعماله وتبعات أعماله وتصرفاته وتدخلاته الغير مسؤولة والتي أدت إلى ما أدت إليه لحتى زعزعت علاقات لبنان ليس فقط الغربية ولكن العربية حتى هل هذا القرار تأثير على ظهور الحكومة اللبنانية المتعثرة حتى الآن؟ يعني أنا أعتقد حزب الله كان يتذاكى إذا صح التعبير في تشكيل الحكومة الحالية عندما يريد أو وافق على حكومة اختصاصيين أو تكنقراط أو مستشاريين بشكل لا يكون هناك وزراء حزبيين فعليين في الحكومة المقبلة ولكن بغض النظر عن شكل بشاركة حزب الله في الحكومة لبنان سيواجه مشاكل اقتصادية أو مالية أو سياسية جمع من هذا الأمر تعرف أن هذا الأمر يعني لبنان أصبح من الدول التي بداخلها حزب إرهابي وبالتالي تعامل دول أوروبية والغربية مع لبنان سيتغير شيئا فشيئا وسوف يؤدي إلى إساءة في تعامل اللبناني مع الدول الغربية في هذا الأمر طبعا حزب الله هو كما قلنا يريد التغطية في هذه الحكومة من خلال اختصاصيين أو أشخاص قربين منه أو ممثلين عنه أو يقطون وجوده السياسي في هذه الحكومة لكن الكل يعلم أن حزب الله هو ما يشكل هذه الحكومة وهو من ضغط على حلفائه لتشكيلها أو محاولة تشكيلها بسرعة ولكنها تعثرت باللحظات الأخيرة لجشع بعض القوى السياسية التي تشكل حلفا واحدا وفريقا سياسيا واحدا في لبنان ومن سخريات القدر أن فريقا واحدا في لبنان لا يستطيع تشكيل حكومة اللايبون الواحد لمدة شهر أو ثلاثين يوما حتى الآن إلى أي مدى ضعف القدرة الاقتصادية لحزب الله يؤثر على قوته في لبنان طبعا ضعف القوى الاقتصادية أو المالية لحزب الله سوف يأثر على تحركاته أو على قوته في محافظة على وجوده العسكري أو السياسي لكن بشكل بسيط وتدريجي كما يعلم الجميع أن حزب الله هو من يدفع أموالا لكل التابعين له في لبنان إن كان سياسيين أو صحفيين أو حتى أحزاب شكلية أو شخصيات سياسية شكلية أو صحفيين أو محللين سياسيين وبالتالي هذا الأمر سوف يؤدي إلى خنقه أكثر من الموجود حاليا ولكن كما قلت بالأول أن هذه الحرب على حزب الله الآن ووضعها على لاحة إرهاب هو جزء من الحرب المفتوحة بين الغرب والولايات المتحدة وإيران فهذا الأمر سوف يتصاعد مدام لا يوجد حل بين الغرب وإيران وحزب الله يشكل الوجه الأقوى لحلفاء إيران وأذرعتها في العالم العربي سيد فادي سعد عضو المكتب السياسي في طيار المستقبل كنت معنا من بيروت شكرا لك ترجمة نانسي قنقر